يا ربي أتسخر مني فيضحك الله سبحانه وتعالى فضحك ابن مسعود رضي الله عنه عندما روى هذا الحديث فقال ألا تسألوني لما ضحفت فيقولون لما قالوا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث وكلما مر على هذا الموقف ضحك حتى بدت أضراسه صلى الله عليه وسلم فيقول الله سبحانه وتعالى لا ولكني على كل شيء قادر فيعطى هذا النعيم العظيم الذي في الجنة وهذا في أقل الناس دخولا إلى الجنة والحديث طويل وأكتفي بهذا القدر من الحديث أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى ويرزقنا وإياكم المغفرة والتوبة ويجمعنا والصحابة والنبيين الصالحين في الجنة وفي أعلاها وآخر دعوانا أن لهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر